فتحت وزارة الثقافة باب التسجيل أمام أصحاب الأفكار الثقافية من المبدعين والمبدعات وذلك من خلال ماراثون الأفكار الثقافية الآيدياثون والذي يتسابق فيه المشاركون من أجل الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى بجوائز تصل قيمتها إلى 300 ألف ريال ويأتي الماراثون الأول من نوعه في المملكة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030